موسيقى تحية طيبة إلى جميع المشاهدين ومشاهدات المتابعين والمتابعات التلاميذ والتلميذات مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة لماذيج الفروض المراقبة المستمرة الأولى بالدورة الثانية فهذا الحصة إن شاء الله سنقوم بتصحيح نموذج جديد متعلق بمادة الرياضيات المستورة الابتدائي أول سؤال هو ضع وأنجز عندي هنا تسدي العمليات القسمة السؤال هو ضع وأنجز بمعنى نوضعه العملية القسمة عملية المعتادة ثم نقوم بالإيجاز إذن عندي هنا مية وربعة وشرين قسمة سبعة مية وربعة وشرين قسمة سبعة نضعين 12 قسمة سبعة إذن إذا قدر 12 قسمة سبعة ستعطيني واحد واحد في سبعة رأي سبعة عملية ديال الطرح ناقص سنضعين أطناجوج ناقص سبعة لا يمكن السلي فو عشرة قسمة لتناش ناقص السبعة هي خمسة رجع واحد يسيلاف واحد ناقص واحد يسير ونزيلو أربعة الزر ربعة أطولي اربعة وخمسين على سبعة هي سبعة سبعة في سبعة هي تسعود وربعين نضع العملية ديال طرح 4 ناقص السعود لا يمكن السليف عشرة أطولي 14 ناقص السعود هي خمسة دعوة وحد يوز السلف فقط ربعة شخص هو بخمسة ناقص اتو لي خمسة ناقص خمسة اياسا اذا العملية هي 22 Fast 7 هو سبعة عشر والباقي خمسة اذا هم اندار مينة وربعة عشرين تساوي سبعة من ربعة سبعتاز زائد خمسة بحيث سبعتاش كانت سبعة عشرين هو الخارج وخمسة هو الباقي مينة وبعة عشرين هو المقصوم وسبعة هو المقصوم عليه ربعة مع مينة وربعتاش قسمة ثلاثة هنا هيا غدت أطيني ندير ربعة قسمة ثلاثة فيها واحد واحد في ثلاثة هي ثلاثة ربعة ناقص ثلاثة هي واحد نزل واحد اتولي حداش على ثلاثة هي ثلاثة ثلاثة في ثلاثة هي تسعود ندير العملية دية الطرح واحد ناقص تسعود لا يمكن السريف عشرة اتولي حداش ناقص تسعود هي جوج رجع واحد دية استيلف واحد ناقص واحد ووصل ننزلها ربعة اتولي ربعة واشترين على ثلاثة هي تمانية تمانية في تلاتة هي ربعة وشترين. ندير العملية دية الطرح. ربعة ناقص ربعة هي السفر وجوج ناقص جوج هي السفر. هذا ربعة مية وربعة عطاش. اش كتساوي? كتساوي هي تلاتة مضربة في مية وتمانية وثلاثين والباقي هو السفر. آآ ربعة وثلاثة وعشرين قسمة تمانية. غن دير ربعة قسمة تمانية لو ممكن. اذا غن دير تنين وربعين على تمانية هي خمسة. خمسة في تمانية هي ربعين. عملية دية الطرح جوج ناقص سافر هي جوج واربع ناقص ربعية سافر. نزل ثلاثة غططيني ثلاثة وعشرين. الى قسم تعالى تمانية فيها جوج. جوج في تمانية هي ستاش. ندير عملية ديال الطرح. ثلاثة ناقص ستة لا يمكن. السليف عشرة. تلتاش ناقص سترة هي سبعة. رجع واحد ديال السيلف. غططيني جوج ناقص جوج هي سافر. ادعنا ربعمية وثلاثة وعشرين قسمها تمانية. قد اعطيني تنين وخمسين والباقي هو سبعة. انا نكتب هنا. أربعمية وثلاثة وعشرين قد ساوية تمانية متوفرة في تين وخمسين زائد سبعة. سبعة روى الباقي واتنين وخمسين والخارج. ندزو الان تمرين رقم جوج. ماذا يقول لاحظ الرسم البياني اجانبه وأجيب. إذن لاحظوا معي هادا الرسم البياني هنا. ادان هنا في هاد المحور هادا كما كتشوفو معي هادا المحور هادا عدد سلاميذ. عندي هنا عدد سلاميذ. وهاد المحور في الحسنة عندي العمر بالسنوات. ثم لا تلاحظوا هنا عندي السفر خمسة عشرة ختمسة عشرين ب ثلاثين. هذا عدد تلاميذ eữa 6-7-8-9-10-11 هذه العمر بالسنوات يعني هذا الكيمة السلية هو الاعمار ذي التلاميذ بدلالة اه العدد تلاميذ بدلالة الاعمار ذي خلسط الاعمار ذيو آه اه ديو كل فئة. يكون اين كنا الفئال فئال فئال الصوان верنين ذاهبال الفئال الى عمر سنوات هنا كما س empre asshole بعد 6 سنوات كل العمر ها هو العمر. اش حال عنا. نسسني. ونشوف العدد. العدد عندي عشرين. لكن ما كنت لاحظو هنا. ها عشرين. ها هو هاد العصى هادا. وصل حتى العشرين. اذا عدد التلاميذ الذين اعمارهم هي ست سنوات هو عشرين تلميذ. اذا هو عشرون تلميذة. اذا نجيو لهذا الجدول هادا. املأ الجدول اسفله انطلقا من الميبيان. عندي هاد الميبيان. عندي العمر بالسنوات وعندي عدد تلاميذ. اذا قلنا العدد التلاميذ اللي في عمر ديرهم ست سنوات هو عشرين. اذا بشينا سبع سنين سبع سنوات غنشوف العدد. اذا عندي هنا خمسطاش كل شرطة انا كتمثل سنة. اخمسطاش هي هاد الخط هادا الكبير. ها ستاش ها سبعتاش ها تمنطاش. اذا تمنطاش تلميذ اللي العمر ديرهم سبع سنوات. نشوفو ثمان سنين. ايش حالضي التلاميذ اللي عندهم تمان سنين. تمان سنين غادي نجيه هنا اياها خمسطاش ها سستاش. اذا عندهم عندكين ستاشر تلاميذ اللي العمر ديرهم تمان سنين. العدد تلاميذ اللي عمر ديرهم تسع سنوات هو اطناعش. غادي نحسب عشرة حضاشت ماش. هادي رأي عشرة. اذا فعلا اطناعش. بدنسبة لهم العمر ديرهم عشر سنين. هو 24. ها 20, 21, 22, 23, 24. ها هو 24. وبنسبة لعدد تلميذ للعمار ديالهم هو 11 سنة. نجيل 11 سنة هنا. هاديها 10, 11, 12. 12 تلميذ للعمار ديالهم 11 سنة. اذا هنا كنكون هنا هاد الجدول انطلاقا من هاد الميبيان. نشوفوا السؤال الثالث دابا فكيك الاعداد العشرية التالية كما في الميتال. عندي الميتال هنا يا هو 4.75. كتساوي. كتساوي 4.4 والجزء الصحيح. نديره بوحده. وعاد غادي نشيول الأزاء الأعشر وغام نشيول الأزاء المئة وأزاء الآلاف. لابت تساوي 4 زائد. سفر فص خصا إلى البحر. سبع هو العشر. سبع عشر للازاء عشر هنا فيه سبع. السبع عشر اذا هنديره السفل فصا إلى بسبعة. زائد المئات هنا السبع المئات ما كنشيها zero. اذا ما كنت شبهوش. الآلاف. ہنديره ازاء الآلاف سفر فاصل إلى سفر سفر الخمسة. فعلا. اذا كنت ساوي هي اربعة زائد سبعة ديال الاعشار هي سبعة العشرة زائد خمسة ديال الالاف بمعنى الزائد الالاف هي خمسة على الالف. اذا نفس الطريقة سنسكو بها هذا العدد هذا هو ثلاثة فاصلة صفر تمنيه وتسين. اذا كنت ساوي هو ثلاثة الجزء الصحيح. زائد الاعشار هنا هو صفر. اذا نترتفلات هو صفر فاصلة سف فاصلة سفر رواسة زائد سف فاصلة سفر تسعود زائد سف فاصلة سفر تمانية. اللي هي ثلاثة زائد سفر على عشرة زائد سعود على مية زائد تمانية على الف. نفس الشيء هنا يا مية وتمانية فاصلة ميتين وربعة وتلاثين. كنت ساوي مية وتمانية وجود الصحيح زائد الجزء ديال الاعشار اللي هي سف فاصلة تلاتة زائد تلاتة للازاء من المئة اللي هي سف فاصلة سفر تلاتة زائد اربعة ديالازاء من الالف اللي هي سف فصيلة سف سف ربعة. كتسوي مية وتمانية زائد جوج على عشرة زائد ثلاثة على مية زائد ربعة على الف. هنا عندي ستاش فاصيلة ربعة مية وسبوع خمسين. الجزء صحيح هو ستاش زائد ربعة ديال الاشار زائد خمسة ديال الزائم المائة زائد سبعة الزائم الالف. اللي هي ستاش زائد ربعة على عشرة زائد خمسة على مية زائد سبعة على الف. نشوفوا ده بالجزء آآ السؤال رقم ربعة. اتميب ملء الجدول التالي. اذا هنا عندي العداد رقم اشاره رقم عشراته رقم ازاء المئة رقم ازاء الالف رقم وحداته. عندي تمنتاش فاصلة تلتمية وسبعة وتسعين. رقم الاعشار هو ثلاثة. هذا رقم الاعشار ثلاثة. رقم العاشرات غمشي الجزء الصحيح على وحدات العشرة هو واحد. رقم ازاء المئة غمشي لازاء المئة لي هو الرقم هو تسعون. ورقم الآلف راوى السبعة. ورقم الوحدات راوة ثمانية. هم شو دبا? الهناية. عندنا هنجلك رقم عشر هو صفر. رقم العشرات سبعة. رقم الزاء المئة هو ثمانية. ورقم الزاء الالف هو تسعود. ورقم الوحدات هو اربعة. اول مرحلة كن بدأ بها هو رقم الوحدات. رقم الوحدات بمعنى راني فراء في الجزء الصحيح. اذا اربعة هو الوحدات والعشرات هو سبعة. بمعنى غيكون عندي اربعة وسبعين. هاي انا نكتب اربعة وسبعين وندير الفاصيلة دياني. رقم الاعشر هو سفر. رقم الزاء المئة وتمانية حق التمانية. ورقم الزاء من الالف وتسعود. اذا غيرتعطيني هو وربعة وتمعين فاصيلة سفر. سعود وتمانية. اه تمرين رقم خمسة. قارن الاعداد المهاشرية التالية بوضع الرمز المناسب. عندي جوجل الاعداد عندهم الجزء الصحيح ديالهم تساوي. عندي هنا تلتمية وطناش وعندي هنا تلتمية وطناش. عندي هنا سفر. وعندي هنا سعود. اذا شكل لي كبير واش تسعود ولا سافر. دان هو تسعود. وبالتالي هاد العادة تلتمية وطناش فاصيلة تسعين كبر من تلتمية وطناش فاصيلة سفر تسعين. نفس الشيء بالنسبة لنا عندي خمسة وهنا خمسة. هنا عنده سافر وهنا سافر. ولكن الزاء المئة هذا عنده تسعود وهذا عنده تمانية. بمعناة تسعود كبر من تمانية. وبالتالي خمسة فاصيلة سفر تسعود. اتكون كبر من خمسة فاصيلة سفر تمانية. السؤال الرقم السا احسبه محيط ومساحات كل شكل من الاشكال التالية. عندي المربع وعندي المستطيع. الشكل الذي هنحسب المحيط ديال كل واحد والمساحة دياله. اذا رحتم معي هنا عندي المربع. المحيط دياله هو تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة. اربعات المرات. بمعنى تلاتة فاربعة. تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة تلاتة. اربعات المرات بمية هي تلاتة فاربعة. كتساوية نشر سنتيمتر. هذا المحيط. بالنسبة المستطيل روما ديرين هنا المستطيل كان عارفوا بانه المحيط هو جوز زائد خمسة طول زائد العرض مضربها في جوج هالطول هو خمسة هالعرض هو جوج ونضربها في جوج هي بخمسة زائد جوج لجوز زائد خمسة مضربها في جوج كتساوي ارا غالطين هنا يا خمسة زائد جوج مشي هشرين خمسة زائد جوج هي سبعة سبعة في جوج راها هي ربع طاش هنا اربعة عشر وليس نرى 14 سنتيمتر. هذا هو الجواب الصحيح. نجيو للمساحة. دابا الان المساحة ديال المربع هي ثلاثة في ثلاثة كتساوي تسعة سنتيمتر مربع. بمعنى الضالة في الدال. اما المساحة ديال المستطين هو الطال في العرض. هو خمسة في الجوج كتساوي عشرة سنتيمتر مربع. اذا اتكلم كنون تهي نمو التصحيح ديال هاد نموذج. وهو نموذج ديال الرياضيات. نتمنى تكونوك تستفدو معنا. لالتلاميذ ديال المستوى الرابع. وللتلاميذ المستوى السادس ابتدائي. اه كيف مكتلكم في الفيديو السابق انني انا ما كنتم اعتمد على الورقة والقالة. واللي تكن طريقة هاد امتحانات يعني اه الجهاز الحاسوب. هكا كتكون عملية اسهل واكتر. وكيوفر علينا الوقت والجهد. نتمنى تكون كتعجبكم هالطريقة. الى ما عجبتكمش هالطريقة قولوها لي في التعليقات. نطلقوا ان شاء الله في فيديو مقبل بحول الله.